السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم بكم أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية درسنا لهذا اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن يونيت سيكس لسن سيفن الفصل السادس الدرس السابع أفايماس كيريور أفايماس كيريور معناته مهنة مشهورة موضوعنا أعزائي طلاب بصفحة اثنين وستين بالكتاب الملون اللي هو كتاب سيتيودينس بوك صفحة اثنين وستين الفايماس كيريور اوكي أزائي طلاب رجع عن قلمك بإيدك دعما قلمك بإيدك خاصة بالقطعة اللي أقل لك خلي جواها خاط اللي أقل لك ترجم مالتها يعني تحس بها صعب الكلمة جديدة عليك فأنت ترجم وياي اوكي ترجم ويانا أو والكلمات مثل ما قلت الكلمات المهمة خلي تحت خلي تحت اخر اوكي لو تلاحظون عزائي طلاب هذا حرف الأي هذا الكبير اللي هو عبر لثلاث أسطر دائما مهما كان كبر الحرف كان عبر لسطرين ثلاثة أربعة وهذا تابع للكلمة الأولى اللي هو بداية الناس اوكي فهنان الناس رح أقرأاني واللي عليك اتبع اوكي أبو علي الحسن ابن الهيثم يعني أبو علي ابن الهيثم اللي هو احنا نعرف العالم نعن تو ذا وست الحزن يعني معروف لدى الغرب عز الحزن اسمه الحزن واس بون ان نين هندرد سكستي فايف ان بصرة ولد في سنة تسعمية وخمسة ستين في البصرة اراك في العراق he received his education in بصرة receive تلقى his education علومه in بصرة في البصرة وبعد ذلك ببغداد and later وبعد ذلك traveled سافرة to Egypt إلى مصر and Spain و اسبانيا in medieval Europe في القرون الوسطى medieval القرون الوسطى في اوروبا ابن الهيث was called سموه أو يدعونه the physicists physicists الفيزياء يسمون بي الفيزياء he is also sometimes called بعض الاحيان يسمونه بالبصري after his birthplace بصرة in iraq بعد ولادته في العراق بالبصرة we don't know much about ابن الهيثم نحن لا نعرف الكثير عن ابن الهيثم early carrier يعني ابن الهيثم early carrier مهنته المبكرة but the khalif in Egypt khalif الخليفة في Egypt في مصر needed him احتاج له to regulate regulate تنظيم the flooding of the river nile تنظيم flooding فيضان river nile نهر النيل he proposed هالكلمات اللي تحت ها خطر مهمة جدا عزا طلب he proposed هو اقترح a hydraulic system hydraulic system نظام hydraulيكي but the task was impractical لكن هذه task المهمة was impractical غير عملية practical عملي impractical غير عملي at that time في ذلك الوقت during his stay in spain خلال بقاءه في ispanium he contributed to the fields of mathematics هو contributed ساهمة to the fields of mathematics في مجالات الرياضيات mathematics الرياضيات physics الفيزياء medicine الطب scientific methods وطرق علمية and especially optics وخاصة بعلم optics البصريات اوكي ابن الهيثم was known كان معروف ابن الهيثم as the father of optics بابو البصريات اجراء طلاب خلي جواها خط هاي الالفاظ المهمة يعني هاي فراغات دائما تكرر father of optics ابو البصريات for his great contributions لمساهماته العظيمة in the field of optics في مجال البصريات he was one of the most eminent physicists هو كان هو كان احد eminent البارزين physicists الفيزيائيين او علماء الفيزياء whoever lived اللي كانوا يعني على قيد الحياة all the medieval كل القرون الوسطى and western scientists وعلماء الغرب western scientists on optics based وعلماء البصريات they work on ابن الهيثم's therios هم كلهم يعني اغلبهم درس نظريات therios نظريات ابن الهيثم on light في الضو and optics والبصريات his most famous work يعني من كتبه او من اعماله المشهورة جدا is كتاب المناظر اللي هو نسميه كتاب المناظر هذا تخلي تحتها خاط لان هذا فراغ مهم جدا اسم العمل الاكثر شهرة لابن الهيثم كتاب المناظر book of optics يعني باللغة الانجليزية اسم الكتاب هذا او اسم العمل book of optics كتاب البصريات which is in seven volumes وهو بسبع مجلدات this great work هذا ترجمته into latin الى اللغة اللاتينية and many other languages وكثير من اللغات الاخرة he made many experiments هو عمل كثير من experiments التجارب on the movement of light لحركة الضوء colors الالوان optical illusions optical illusions الاوهام البصرية and reflections والانعكاسات also he discovered هو اكتشف the laws of reflection قوانين الانكسار laws قوانين reflection انكسار and gave وعطى a scientific explanation اعطى شرح علمي scientific علمي explanation شرح of the parts of the eye لأجزاء العين and the processes of vision وعملية كيفية عملية الرؤية يعني شرح العين وكيفية تتم عملية الابصار this successful and famous mathematician هذا العالم الرياضيات المشهور والناجح astronomer وعالم الفلك optician and physicist وعالم البصريات والفيزيائي optician and physicist died توفى 1040 40 possibly in Cairo في القاهرة ok in 2015 في سنة 2015 اليونسكو منظمة اليونسكو celebrated celebrated احتفلت ابن الهيثم achievements in optics في achievements in جازات ابن الهيثم في علم البصريات mathematics والرياضيات and astronomy وعلم الفلك with the help of some science centers بكثير من بمساعدة كثير من المراكز العلمية the short educational film the short educational film الفيلم التعليم القصير اللي سوى لها ب 1001 inventions باسم هذا الفيلم الف واحد inventions اختراع and the world of ابن الهيثم وعالم ابن الهيثم was produced الذي تم انتاجه عزاء طلاب هذا اسم الفيلم 2001 inventions هذا تحت خط من الفراغات المهمة اوكي according to medieval biographers خلال القرون الوسطى biographers البايولوجيين ابن الهيثم يعني هذا العالم ابن الهيثم wrote كتب more than اكثر من 200 works اكثر من 200 عمل تحت خط تحت 200 عمل تحت خط هاي مهمة on a wide range على نطاق واسع of subjects من المواضيع يعني هذا 200 عمل يكون شامل المواضيع كثيرة most of his works اكثر مؤلفاته are now lost تم فقدانها but more than لكن الكثير منها 50 of them يعني اكثر من 50 have survived يعني نجت او بقت موجودة to some extent والبعض الاخر منها تم يعني انقربت او اختفت او يعني هذه الاعمال تم فقدانها او اعزائي طلاب هذا ما موجود عن ابن الهيثم والاعمال اللي قام بها او اسئلة القطعة write answers to these questions اكتب اجوبة لهذه الاسئلة when and where was ابن الهيثم بون متى وعين ولده ولد ابن الهيثم في البصرة سنة 1965 okay two where did ابن الهيثم receive his education من تعلم ابن الهيثم يعني من حصل على تعليمة من البصرة وبغداد و مصور ايجيب and سباين three what was ابن الهيثم called ماذا كان يسمى ابن الهيثم الى اسماء اللي هي من ضمنها the physicist الفيزياء number four what did the caliph in egypt needed ابن الهيثم to do ماذا احتاج الخليفة ابن الهيثم ليكي يعمل what did he propose وماذا اقترح عليه هو الخليفة الادم عنده the caliph needed him to regulate لتنظيم the flooding of the river nile لتنظيم جريان او فيضان نهر النيل و he proposed a hydraulic system واقترح عليها نظام hydroly five what was ابن الهيثم's contribution during his stay in spain شنو كانت مساهمات او مشاركات ابن الهيثم خلال بقاء في اسبانيا كانت مشاركاته he contributed ساهمت to the fields of mathematics مجالات من الرياضيات physics physio medicine طيب scientific methods و مجالات علمية and especially optics واهم هذه المجالات هي علم البصريات number six what was ابن الهيثم known ما كان معروف بابن الهيثم why وليما يعني شنو اللي كان مشهور بي وليش he was known as the father of optics كان مشهور بابو البصريات شنو السبب for his contributions in the field of optics لكثير مساهمات في علم البصريات okay number seven what was ابن الهيثم في مص بوك كول شنو اسم الكتاب المشهور لابن الهيثم كان اسمه كتاب المناظر okay book of optics eight what language did ابن الهيثم's book translated into شنو اللغات اللي ترجم إلها كتاب ابن الهيثم translated into latin and many other languages اللاتينية وكثير من اللغات nine what made ابن الهيثم famous شنو اللي خلى ابن الهيثم مشهور his contributions in many fields of science made him famous كثير من مشاركاته بمجالات واسعة ومن ضمنها العلمية ten when did when and where did ابن الهيثم die متى وين توفي ابن الهيثم توفي ابن الهيثم في سنة الف واربعين في مصر eleven who celebrated ابن الهيثم's achievements and when من احتفل بمنجازات ابن الهيثم ومتى اللي احتفل بألفين ومستعش منظمة اليونسكو احتفلت بانجازاته twelve what was the name of short education شنو اسم اقصر عمل لابن الهيثم produced by some of science centers المراكز العلمية كان اسم الكتاب او اسمه الف وواحد inventions الف وواحد اختراء on the world of ابن الهيثم وعالم ابن الهيثم اوكي number 13 according to medieval biographers how many works did ابن الهيثم write بحسب تسجيل العلماء كم عمل لابن الهيثم تقريبا حوالي more than 200 200 ورس اكثر من 200 عمل اوكي لنا انتهي درسنا عزاء طلاب تمانيات الجمع بالصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر